السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 21 كانون الثاني يناير طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزاء وأيضا عنا انتقال بلوتو اللي رح ينتقل من برج الجدي لا برج الدلو القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى تمام الساعة 59 دقيقة من مساء يوم الاثنين 22 واحد بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان القمر اليوم موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء اليوم معناته خلال هذا اليوم منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا أو اتصالاتنا وما إلى ذلك أو يعني ممكن أنه هيك البعض يشغل نفسه في أمور غير مجدية فبتكن تنتبهوا من هاي النقطة يمكننا استغلال هاي الفترة للأشخاص اللي حابين مثلا يطوروا من أنفسهم ويأخذوا دورات جديدة أو يتعلموا لغة جديدة أو ينضموا لنادي فهاي الفترة مناسبة لهاي الأمور بالنسبة للزوايا الفلكية أول حدث رح نتكلم عنه لأنه هو أول حدث رح يكون هو انتقال بلوتو اللي رح ينتقل من برج الجدي إلى برج الدلو طبعا في السنة الماضية أنا ذكرت لما صار الانتقال للدلو وقلنا أنه بينتقل للدلو بيتراجع للجدي وقلنا أنه السنة هاي برضو رح ينتقل للدلو بعدين رح يرجع للجدي مرة أخرى بعدين بيرجع للدلو وبظل في الدلو الآن هاي المرحلة الثانية الساعة 12 و 57 دقيقة بعد منتصف هذا اليوم بينتقل القمر طبعا بتوقيت جرينيج بينتقل بلوتو من برج الجدي لبرج الدلو رح يظل في حركة أمامية في برج الدلو لغاية يوم 2-5 بعدين بده يبدأ بالتراجع في برج الدلو طبعا رح يظل يتراجع في الدلو لغاية يوم 2-9 بعدين بده ينتقل متراجع وهو بيتراجع برضو له برج الجدي ورح يستمر في التراجع لغاية يوم 12-10 يوم 12-10 بنهي عملية التراجع برج على الحركة الأمامية ورح يظل موجود بالجدي بحركة أمامية ليوم 19-11 بعدين بنتقل للدلو وبيضل بالدلو لغاية 9-3-2043 يعني بده يظل تقريبا بحدود التسعة عشر سنة الآن يوم 9-3 هذا مش الانتقال الأخير انه رح ينتقل للحوت ويرى يظل بالحوت من هذا التاريخ لا هو في هذا التاريخ يعني بنتقل ولكن رح يرجع يتراجع مرة أخرى للدلو وبعاديها يوم 1-9 خلاص بيكون انتقل يعني بنتقل وبيبلش المرحلة الجديدة لإلو اللي هو من الدلو للحوت يوم 19-11 بينتقل لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية يوم 9-3-2043 طبعا طيلة هاي السنوات التسعة عشر القادمة لا رح يظل بحركة أمامية تراجعية كل سنة رح يتراجع خمس شهور على حسب أو بحدود الخمس شهور كل سنة رح يصير في عنده تراجع لأنه هاد طبيعته هو هيك لغاية هذا التاريخ بعدها بصير في عملية تقدم وتراجع تقدم وتراجع حتى ما بين انتقاله للحوت وبعدين بتراجع مرة أخرى للدلو يوم 19-1-2044 بينتقل نهائيا خلاص بينتقل للحوت وبظل بالحوت للفترة القادمة طبعا في حلقة مفصلة عن هذا الانتقال موجودة على القناة فيها شرح مهم جدا صحيح أن الحلقة طويلة ولكن مفيدة جدا للي بدهم يتعلموا أيضا للي بدهم يعرفوا شو طبيعة هذا الانتقال وشو هذا الكوكب وبشبه مين وشو التحذيرات وأهم النقاط اللي بتكن تنتبهولها موجودة بالحلقة اللي موجودة على القناة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا أن الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ما لازم إننا نعمل عمليات جراحية كبرى جيدة للي يبدو يعمل مراجعة طبية أخذ علاجات شعر بشيء غير اعتياد يراجع الطبيب ما في أي مشكلة طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم دون هاي الأعضاء مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر طبعا موجود في برج الجوزة ورح يظل في الجوزة لغاية الساعة ثمانية وتسعة وتلاتين دقيقة بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة تسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمر خمسين يوم في تمام الساعة 11.4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بصير 11 يوم نسبة الإضاءة اليوم 86% يعني انحسار ما هي بدين حسر من المحدب للمكتمل أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19.2 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% القمر في الجوزاء حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% الآن ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارة في الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 23.1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13.2 سعيد بنسبة 70% المشتري في الثور حتى يوم 25.5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي وبعدين بده ينتقل للدلو ورح يظل في الدلو لغاية يوم 2.5 بعدين بده في عملية التراجع طبعا في كثير من الأشخاص بقولولي طب ما انت من الأول كنت تحكي بلوتو في الجدي لغاية 2.5 الانتقال اللي رح يكون درجة ونص تأثيرات رح يكون على الجدي أكثر ما رح يكون على الدلو فعشان هي كنت أذكرها أنا بالجدي ولكن الآن خلص انه انتقل للدلو بنذكر بالدلو وانه بده يبدأ بعملية التراجع يوم 2.5 طبعا هو سعيد بالنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبتطالعكم فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم يشينك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلو ماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات والحوارات والنقاشات الأجواء جيدة للمسائل العاطفية للتجارة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهمك في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن ممكن تقلق بشأن مصاريف لا تصليحات أو لا استحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات وممكن تنشغل بمسائل المالية متنوعة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن استقر عندكم فعشان هيك اليوم عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلامس انفراج وبترتفع مع نوياتك بشكل ملحوظ وبتواجه الواقع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب في هاي الفترة كنت بتنتظره وبتتوضح لك بعض الأمور اللي كانت غائبة عنك أو كنت بحث عنها وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بينال التعب منكم ضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لا غذاءكم وراحتكم ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات وقد قسط من الراحة ممكن تعيش لحظات صعبة خلال هذا اليوم فعشان هيقدك تضبط أعصابك وما تتخذ أي قرارات حاسمة وحاذر من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي فترة مناسب لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم وممكن ما تقدر تنجز أعمالك بالكامل بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم أو مساعدة أحد المعارف استشير أهل الإختصاص تضمعين مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهمش أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاول أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ وكون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خاجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص والحاد والانتقادات برج برج الميزان وأيضاً حاذروا من المتاعب الصحية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة الاهتمام رح يكون بالأموال المشتركة اللي معك شريك فيها أموال بنك ضريبة تأمين وسارعوا لترتيب أوراكم وملفاتكم تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورط ما أهمش أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وبتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة أهمش أنه ما تدخل بأي خلافات أو أي سوء تفاهم ما بينك وبين أي شخص لأنه ممكن يتطور ويحتد لا درجة أنه راح تكون أنت الخسران وحاول أنك ما تخالف القوانين ولا تكون ساخر برج الجدي من نسبة للموليد برج الجدي طبعا واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حادروا من التراجع الصحي وباكروا لعملكم وتركوا مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك أهم مش أنك ما تدخل بأي مواجهات مع زملائك بالعمل وينجز العمل الضروري والمهم قبل ما تنتقل لعمل آخر عشان ما يتراكم العمل عندك وتضطر للعمل وقت إضافي برج الدلو بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم اليوم عاطفيا ماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك وممكن يفاجعك أحدهم بالوقوف لجهانبك الأجواء جيدة اليوم حتى على مستوى الترفيه مستوى الأبناء مستوى الأحبة مستوى الحضوض حاول تستغل الفرص برج الحوت بالنسبة للموليد برج الحوت بتنهمكوا بأمور اليوم إلها صلة بالبيت والعائلة وممكن اليوم تهتم بتصليحات أو ترميمات أو مسائل تتعلق بالصيانة والترتيب والعقارات والمسائل العائلية حاول أنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر